إن تحقيق الأهداف مرهون باستعمال الوسائل المتاحة وهذا ما فاطن إليه التنصير لتحقيق أهدافه عمد إلى وسائله المتعددة ومن وسائل التنصير التي عمدوا إليها وسيلة التطبيب التطبيب مهمة إنسانية وحاجة إنسانية يتطلبها حالات تحتاج إلى العلاج ومن هنا عمد إليها المنصرون كوسيلة حقيقية لتنفيذ هدفهم الأسمى وهو الإطاحة بالإسلام ووضع المسيحية في موضعه تقول إحدى منظمات الأطباء التنصيرية حيث تجد بشرا تجد آلاما وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشير ويقول زويمر رئيس الجمعيات التبشيرية الذي سبق وأن تحدثنا عنه إن أهم الأساليب إلى تدمير أخلاق المسلم وشخصيته يمكن أن يتم بنشر التعليم العلماني أيضا من وسائل التنصير وسيلة التعليم التعليم هدف أسمى ترومه كل نفس مؤمنة وترومه كل نفس صالحة والعالم الإسلامي يهتم بهذا الجانب لذا فطن إليه المنصرون يقول مبشر جون مود يجب أن نؤكد في جميع الميادين التبشيرية شانب العمل بين الصغار حيث اقتنعنا لأسباب مختلفة بأن نجعله عمدة عملنا في البلاد الإسلامية إن الأثر المفسد في الإسلام يبدأ باكرا جدا أي إن شاء أن يدمروا قيمة في نفوس الأطفال وفي نفوس الناشئة فإنما تبدأ من هنا عندئذ تتحقق آمالهم على المدى البعيد والسؤال الذي يطرح نفسه هل كانت دول الخليج العربي في منأة عن خطر التنصير؟ إن الأمر واضح جدا حيث كان المنصرون يستغلون هذين الوسيلتين في كل بلاد العالم الإسلامي وخاصة دول الخليج كان المنصرون يستعملون هذين الوسيلتين السابقتين ولكن بصورة أخرى عمدوا إليها منها الأعمال الاجتماعية والأعمال الاجتماعية كثيرة متعددة كإيجاد بيوت الطلبة المختلطة والأندية الرياضية والثقافية ودور الأيتام والمكتبات العامة ومراكد ثقافية ومخيمات كشفية إلى غير ذلك في ظاهرها التثقيف لكن في باطنها غرص نصرانية كذلك من وسائل التنصير تشجيع تحديد النسل بين المسلمين في المقابل تشجيع النصارى على التكاثر يدل على ذلك المؤتمر الذي عقده البابة شنودة مع القساوس والأثرياء من نصارى مصر في الكنيسة المرقصية بالأسكندرية سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين كان من مقرراته تحريم تحديد النسل أو تنظيمه بين شعب الكنيسة خاصة وتشجيع الاكثار منه بوضع الحوافز والمساعدات المادية والمعنوية مع تحديد النسل بين المسلمين كذلك من وسائل التنصير إثارة الفتن وإشعار الحروب والكوارث في ربوع الأمة المسلمة إن الدنسة المتأنية لواقع أمتنا تؤكد على أن الخلافات والمنازعات بين شعوبها وحكوماتها ما هو إلا من مخلفات الاستعمار وآثاره كذلك من وسائل التنصير استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنصير كاستخدام البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وكذلك ما يسمى بشركات ميكروسوفت لبرامج الكمبيوترات العالمية المؤسسات التنصيرية التي تعمل على تنفيذ مخططها عبر هذه الوسيلة الواضحة ترجمة نانسي قنقر